موسيقى السلام عليكم ورحبكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم والبداية كالمعتاد مع أبرز ما تم تداولهم فيديوهات حازت على اهتمامكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي اخترناها بعناية لعرضها ومناقشتها وتحليلها معكم في يوم الرابع والعشرين من شباط الماضي خرجت تظاهرات في محافظة واسط للمطالبة بإطلاق صراح معتقدي العزيزية من المتظاهرين ثورة تشريك وبعد أربعة أيام خرج المتظاهرون في بغداد وضضامنوا معهم واليوم أصدرت محكمة جناية الكوت حكماً بالإعدام بحق المتظاهرين الأربعة بعد اتهامهم بقتل ضابط باستخدام رمانة يدوي رغم انتزاع اعترافاتهم تحت التعديم بشاهدات كثيرة ولكن السؤال هنا كيف يتم اتهام أربعة شباب برمي رمانة واحدة لنشاهد جانب من تظاهرات التي دعمت متظاهرين العزيزية إلى متظاهرين العرار جميعاً إلى ثوار تشرين الأحرار إلى كل شريف وغيور اليوم وكل آل متظاهر فالي اليوم يوقف في دولة الشباب طبعاً دولة الشباب أربعة دعاوة كيدية لأن الثوار تشرين دعاوة كيدية صار لهم تسعة تشر هذا الشخص هم عليه دعاوة كيدية وصار تسعة تشر بالسجن هو بالسجن وأبو مات والآخر اللي حسب ما سمعت أمه هو بالسجن أم العمل ومدير الإجرام مال الكوت متكافينهم حسب ما سمعنا متكافينهم مئة مليون ونفس الشي فاليوم نلتقى بالأخ وشو قضيتهم جميعاً أربعة من الكوت أربعة من الكوت من كوت نعم دعواتهم كيدية صار تسعة تشر دعواتهم تسعة تشر بالسجون وهي عدد تقارير الطفية تدين على حجم التعذيب اللي يتعرضون لدولة وحمرهم تسعة تعد فنة إلى عشرين سنة الحكم جاء بعوقفات عديدة شهدتها كافة المحافظات وجرى عرض عدد منها في حلقاتنا السابقة للمطالبة بإطلاق صراحي وإعادة النظر بتقارير الطبية اللي تثبت تعرضهم إلى التعذيب عند انتزاء هذه الاعترافات لنشاهد هذه المناشدة المهمة من أمهات المتظاهرين حول قضيتهم قبل استعراض التغريدات على وسم أوقفوا عدام شباب العزيزية بسم رب شهداء بسم رب المحتقلين الأبرياء نحن عوالم محتقلين العيزية الأربعة محمد عطي حسين عباس علي عزيز كاظم هادي كاظم حسين صدام هاشم بسم الإنسانية وبسم العراق مناشر العراقيين الأحراب والمحافظات التائرة بالوقوف والمساندة أخوانهم ثوار تشرين المظلومين ومع جميع المظلومين بتهم كيدية في العراق نطالب القضاء الأعلى بإسقاط التهم الكيدية ضدهم نحن عوالم محتقلين نطالب جميع أحرار العراق بالوقوف معنا أمام القضاء العراقي في بغداد الحكم بالإعدام جاء لهؤلاء الأربعة باتهامهم بقتل ضابط برمانة يدوية واحدة كيف يمكن تصديقها بالحكم؟ وزير العراقي يقول تحت هاشتاغ أوقفوا إعدام شباب العزيزية التهمة ملفقة عليهم لأنهم أحرقوا صورة سليماني على مقر العصائب وهذه مكيدة مبيتة لهم القضاء الفاسد يحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على متظاهرية شرين شباب مدينة العزيزية فثية وأطفال بعمر الزهور التهمة كيدية من العصائب وشهود الزور من العصائب علي يقول تاجر المخدرات يحفى بمرسوم جمهوري ويغادر العراق وشباب يتظاهرون من أجل لقمة العيش وتظاهر كفيلة الدستور يحكم عليهم بالإعدام يدمر أو بلد يدمر ويسفك دماء الملايين بحجة الديمقراطية وشباب يعدمون بسبب تظاهره خوش ديمقراطية يعني ديمقراطية جيدة أثر يقول لو كان لديكم ميليشيا أو مسؤول أو واسطة لغرشتم بعفو أو برشوة للقضاء الفاسد ولكن لأنكم فقراء فسيكون هذا مصيركم في بلد لا دولة ولا قانون بهاء يقول يد القضاء خفيفة على السياسيين وأحزابهم وثقيلة على متظاهر تشرين أوقفوا إعدام شباب العزيزية من هذا الخبر نذهب إلى خبر آخر حيث على الرغم من قرار الكارمي في وقت سابق بإيقاف إزالة التجاوزات حتى إيجاد أماكن سكن بديلة للمواطنين إلا أن القوات الحكومية في البصرة تحاول إزالة منازل عشوائية بالقوة حيث اعتدت على المواطنين الرافضين للإزالة بالعصي والهروات في منطقة الخربطلية في البصرة وفي ذات السياق سنشاهد موظف حكومي يهدد إحدى النساء التي ترفض إزالة بيتها بالسحل في مشهد يعكس التعامل اللا إنساني من قبل المؤسسات الحكومية مع مواطني بلده مواطني بلده من قبل المؤسسات الحكومية يعني نقول يا وزارة الإسكان يا وزارة البلديات يا أيها المسؤولين المسؤولون يعني أين يذهب المواطن إذا أخرجتموه من بيته بدون بديل ضمن التعليقات ويسام يقول أنتهم بديل وين تروح الناس هو غير مضطر قاعد بهيش مكان ميثم يقول المحافظ يعرف ما فيها تزوير الأراضي بس ما جاي نعرف ليش ساكتلهم ورايح على الفقراء أقصد الحواسم والأراضي الزراعية ابن حاتم يقول هو بطل الزيت صعد وانتم تسحلون بالنساء ما تسحلون مفسدين الدولة بالأول وتالي تعال على الفقراء واسحلهم أحمد يقول له بكم خير طلعوا الأحزاب لما أخذ دوائر الدولة مسويتها مقرار تعليقات يعني من المواطنين كفيلة بينفرد على مثل هذه العمليات ملف آخر مهم وتفاصيل جديدة من ذوي العقيد غني ساجد خلف ألبي أشيع خبر انتحاره في النخيب قبل أيام وشقيق العقيد ينفي خبر الانتحار ويؤكد أنه لا توجد أي مبررات لعملية انتحاره من ديون أو غيرها كما يوضح أن هناك أثار تعذيب على جسده أما رسالة الانتحار المتروكة بجانبه فليست في خط يده لنشاهد شهادة شقيق الأمر تاريخ 4-3-22-20 الساعة 12 ونصر ظهر تم اتصال بنا من قبل المقر المسيطة التي تتابع لقيادة عمية النخير وهالبون بأنها خيمة وفية وطلبوا مننا الحضور إلى مقر القيادة لدينا ملاحظات على طريقة الشنق الملاحظة الأولى بأنه يشغل نفسه لا يجعل رجلي على الكرسي لازم يحركه ياما يمين أو يسار والثاني لازم الرجلية لا تكون مستسقا بالأرض لازم تكون مرفوعة على عرض ما يقارب 50 سنتين إضافة لأن قطعة القماش مستحيل تحمل هاتف وزن والقطعة القماش مربوطة بالمروحة وليس مربوطة بالتنجرم المروحة بالعامية نحتي به واحد يديه متنيات معناه أكو مقاوم يعني أكو الشقيقة تعرض إلى الخنق قبل أن يعلم أيضاً يوضح هنا الشقيقة العقيد أثار التعذيب التي شهدوها في دائرة الطب العدي ويظهر الصور من هاتفها الشخصي وهنا نطالب دائرة الطب العدي وخبراء الخطوط بالتحقيق في موضوع الانتحار وما إذا كان حادثة جنائية أو فعلاً انتحار ساعتاً ودوني هناك الطب العقلي في كربلاء كانت حسنية أو محسنية من أورة والله أعلم طعم الشغلة دل الجناية أنا قلت تفتيش الجثة وجدت بها آثار التعذيب ولي بها آثار التعذيب هاي آثار التعذيب الموجودة هذا الآثار الأول الركبوان اللي شغل نفسي سويش آثار العثار الثاني بالرجلة الثانية هذا بالرجلة الثانية حتى تكون أضافة الآن بين آثار تعذيب بين هذه شونا ما يحتاجه للا كاف ولا لها إضافة إلى موجود آثار تعذيب ظهره آي بار آي بار موجود بآثار تعذيب موجودة فأبحاء للعيان وسائل العام تنقذ بأنه السبب الشنق منه أخوية متراكم عليها ديون أخوية ما عنده أي ديون والخطر السائل الموجود اللي تنقذ وسائل الإعلام والموجودة لا تعد الخطر لا يعد لشقيقي إضافة التوقيع الموجود ونأخذ جزء من تعليقات العراقيين على الفيسبوك على هذا الموضوع الموضوع الخطير إذا كان انتحار أو شبهة جنائية سامن يقول أخي لازم أكو تشريح مجلس تحقيقي وأنت مدعي بالحق الشخصي عوف الفيس وتوجه لدائرته ودون إفادتك خلي محامي يطلعك على الحقيقة الله يرحمه أيضا علي يقول مستحيل يقدم على هذا العمل أعرف هذا الشخص أو هذا الرجل جيدا عندما كان ملازم أول هذا الشخص يعرفه صاحب خلق ودين وأنا متأكد أنه قد أغتير أكرم يقول فعلا احتمال مقتول حسب كلام أخوه لا مطلوب ولا يعاني من مرض نفسي أيضا فاطمة تقول احنا بالعراق العظيم كل شيء نتوقع يصير بينا هذه القضية حال حال مجزرة جبلة وغيرها من القضايا إذن قضية مهمة أخرى يرجى التركيز عليها من قبل القضاء والطب العدلي في مشهد من مشاهد الإنفلات الأمني الذي تشهده مدن العراق وفي ضل غياب سلطة القانون سنشاهد عملية صوت مسلح تستهدف مكتب صيرفة وسط مدينة البصرة في وضح النهار وأمام أنظار المرة أما في محافظة بابل فقد انتشرت أنباء عن عملية صوت مسلح استهدفت هذه المرة مشجب تابع لمركز سلطة المسيب شمال المحافظة وتمت سرقة 180 بندقية وربما كيلو ذهب كما أشيع نرجو من شرطة بابل أن تنفي أو تؤكد الخبر لأنهم ربما يحتاجون إلى حماية فضلا عن أن يوفروها شرطة المسيب جيدة بـ شكرا للمشاهدين للمشاهدين في فيديو أخر هذه مجموعة من عناصر الجيش الحكومي وهي تتوسل بمسلحين تابعين لأحد العشائر أن يوقفوا القتال وأحد الجنود يتحدث المسلحين ويقول نحن جيش لا نقدر عليكم في مشهد يظهر انهيار المؤسسة الأمنية في العراق ونفوذ سلطة السلاح والميليشيات أما في حي أور شرقي بغداد هذا الحي شهد تعليق دوام أحد المدارس بسبب نزاع أشائري قرب المدرسة وذلك عبر منشور نشرته على صفحتها بالفيسبوك نأخذ التعليقات سريعا عن هذا الخبر زينا بتقول يعني حكومة ما تقدر تسوي شي عجيب أيضا فاضل يقول لا نطلع لمن جعل من بغداد الحضارة والثقافة وسوح النضال إلى مرتع شذاب الأطار أيضا حميد يقول بل هاي دولة من طاح هاي دولة أيضا حسن يقول انفلات السلاح وقتل الأبرياء وحكومات تشكل وفق مزاجات الأحزاب الفاسداء فأصل ونواصل فقراتنا لهذا اليوم صلط قسم التواصل الاجتماعي الضوء على التبعات الاقتصادية التي خلفها قرار خفض قيمة الدينار أمام الدولار والذي اتخذته الأحزاب الحاكمة بذريعة سد العجز المالي الذي رافق عن خفاض أسعار النفط أواخر عام 2020 وجدوا الاستمرار بتطبيق هذا القرار في ظل اتفاع أسعار النفط عالميا وقد وصل متوسط البرميل 120 دولار بينما توقعوا أن يتم أقرار الموازنة في حدود سعر 45 دولار ترفع سعر الدولار مقابل الدينار باتفاق كل الكتل السياسية وكل الزعامات كانوا قاعدين أم الكاظمي والرئاسات الثلاث وطرح عليهم الموضوع على صورة الأبلي جمعة اشتركوا في القناة 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 وقد غرّد رواد منصة تويتر تحت وسم هل هذا أصلاح؟ في تساؤل الكتلة الصدرية التي تدعي الأصلاح هذا الأصلاح الذي تتحدثون عنه أن تهاجموا وتضربوا كل من يفالفكم ضمن هاشتاق هل هذا أصلاح؟ فرات يقول منطق الدولة شيء ومنطق الميليشيات شيء آخر فأما تكونوا صادقين في دعوتكم لاحترام القانون وتسلمون من الخطأ واعتداء على المتظاهرين للجهات المختصة أو تعلنوها بصراحة أن منطقكم ميليشياوي لا يحترم الشعب ويستقوي بقوة السلاح ويبقى يبرر هذا الفعل بحجة الاستهداف السياسي أيضاً دكتور مروان يقول من نحشة على التيار الصدري يقولون لا تحجن عليهم ناس وطنيين يحبون العراق لكن في الحقيقة والواقع ناس مجرمين جلادين عصابة غير منضابطة تقتل كل من يعارضها عباس الطائي يقول الوقوف بوجه أكثر الميليشيات إرهاباً وهمجية موقف لا يفعله غير الرجال الحقيقيين حسام يقول أصوات الحق ترعب الفاسدين هذا حال شعبي أنخرجوا أو إنخرجوا وطالبوا بحقوقهم إما يقتلون أو يقتلون أو يسجنون حفظ الله العراق من شر الأشرار إذن كانت هذه الهاشتاغات تحت وسم هل هذا أصلاح نذهب إلى فاصل وآخر فقراتنا لهذا اليوم بعد صولات وجولات عظيمة في تاريخه الكروي الأسطورة الهولندي سيدروف يعلن إسلامه موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة